اشتركوا في القناة من هم الأوصياء بين خسرة عيسى عليه السلام والرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلم يجدوه فذهبوا إلى آباء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا إن آباء الأنبياء إما أن يكونوا أنبياء أو أوصياء آباء الأنبياء لا بد أن يكونوا إما أنبياء أو أوصياء ومنه من قال أن عبد المطالب كان هو الحجة ومنه من قال أن أبو طالب كان وصي إبراهيم لكن في النهاية سيأتي الإمام الصادق ويهدم كل هذا للدعاء ويهدم قولهم أن الأرض لا تخل من حجة فتابعونا حتى النهاية جزاكم الله خيرا ولا تبخلوا علينا بدعم القناة بالاشتراك والتعليق والضغط على زر الإعجاب ونشر المقطع بارك الله فيكم نبدأ بأن عبد المطالب حجة قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا أمامنا كتاب الاعتقادات في دين الإمامية لشيخهم الصادق في صفحة 110 يقول باب الاعتقاد في آباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الشيخ اعتقادنا في آباء النبي أنهم مسلمون من آدم إلى أبيه عبد الله وأن أبا طالب كان مسلما وأمه آمنة بنت وهب كانت مسلمة وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرشت من نكاح ولم أخرج من صفاح وروي أن عبد المطالب كان حجة عبد المطالب كان حجة وأبا طالب كان وصيه إذن عبد المطالب حجة وأبا طالب كان هو وصيه وسنرى الآن أن أبا طالب كان من أوصياء إبراهيم عليه السلام هذا أمامنا كتاب حار الأنوار للمجلس في الجزء الخامس والثلاثين صفحة 138 يقول وقد أجمعت الشيعة على إسلامه أي أبا طالب وقد أجمعت الشيعة على إسلامه وأنه قد آمن بالنبي صلى الله عليه وآله في أول الأمر ولم يعبد صنما قط بل كان من أوصياء إبراهيم عليه السلام بل كان من أوصياء إبراهيم عليه السلام وشهر إسلامه من مذهب الشيعة حتى أن المخالفين كلهم نسبوا ذلك إليهم وتواترت الأخبار من طرق الخاصة والعامة في ذلك إذن أبا طالب عند الشيعة كان مسلما لكن ورد في الكثير من كتبهم أنه لم يكن مسلما وسنعرج بعجالة فيما بعد على هذا الموضوع إذن كما في النص أبو طالب كان من المسلمين وكان من أوصياء إبراهيم عليه السلام وما دام أبو طالب من أوصياء إبراهيم عليه السلام فهو حجة فهو حجة كما كان عبد المطالب حجة كما سبق وذكرنا بل عند الشيعة أن الأوصياء هم أنبياء الأوصياء هم أنبياء ولهذا قالوا أن أبو طالب كان نبيا هذا كتاب كمال الدين وتمام النعمة لشيخهم الصدوق في الجزء الأول صفحة 26 يقول ومما يفسد معارضة خصومنا في نفي تشاكل الأئمة والأنبياء أن الرسل الذين تقدموا قبل عصر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان أوصياؤهم أنبياء كان أوصياؤهم أنبياء فكل وصي قام بوصية حجة تقدمه من وقت وفاة آدم عليه السلام إلى عصر نبينا صاد يكتبون صاد إلى عصر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان نبيا وذلك مثل وصي آدم مثل وصي آدم كان شيت ابنه وهو هبة الله في علم آل محمد صلى الله عليه وسلم وكان نبيا ومثل وصي نوح عليه السلام كان سام ابنه وكان نبيا ومثل إبراهيم عليه السلام كان وصيه إسماعيل ابنه وكان نبيا ومثل بوسى عليه السلام كان وصيه يوشع بن نون وكان نبيا ومثل عيسى ومثل عيسى عليه السلام كان وصيه شمعون صفا وكان نبيا ومثل داود عليه السلام كان وصيه سليمان عليه السلام ابنه وكان نبيا وأوصياء نبينا عليه السلام لم يكونوا أنبياء لأن الله عز وجل جعل محمدا خاتما لهذه الأمم كرامة له وتفضيلا فقد تشاكلت الأئمة والأنبياء بالوصية كما تشاكل فيما قدمنا ذكره من تشاكلهم فالنبي وصي والإمام وصي والوصي إمام والنبي إمام والنبي حجة والإمام حجة فليس في الأشكال أشبه من تشاكل الأئمة والأنبياء إذن قال أن كل الأوصياء كانوا أنبياء وهذا يعني أن عبد المطالب كان نبيا وأبو طالب كان من أوصياء إبراهيم عليه السلام إذن أبو طالب كان نبيا وقال الوصي إمام إذن عبد المطالب وأبو طالب كانوا أئمة وقال أن الإمام حجة إذن عبد المطالب وأبو طالب كان حجة إذن الحج قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان عبد المطالب وأبو طالب لكن شيء في هذا النص لن أتركه يمر هكذا مرور الكرام وقد لونته بالأزرق نعيد قراءته يقول وأوصياء نبينا عليه السلام لم يكونوا أنبياء لأن الله عز وجل جعل محمدا خاتما لهذه الأمم لماذا يقول ذلك يقول كرامة له وتفضيلا طيب يا أحبة هذا الكلام هو لذر الرماد على العيون وليدلسون به على قطعانهم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندهم ليس هو خاتم النبيين والأئمة عندهم أنبياء لكن لا يقولون أن الأئمة أنبياء فقط تأدبا وتواضعا وتفضيلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلا فهم أنبياء عندهم مثلا المجلسي قال في بحار الأنوار في الجزء السادس والعشرين صفحة 82 يقول أن التفريق التفريق بين النبي والإمام مشكل جدا مشكل أي أن المجلسي لا يستطيع التفريق بينهما بين الإمام وبين النبي هذا مشكل عنده ثم سيقول ولا نعرف جهة لعدم اتصافهم بالنبوة إلا رعاية جلالة خاتم الأنبياء ولا يصل عقولنا إلى فرق بين النبوة والإمامة يريد أن يقول أن الأئمة من باب التسمية فقط من باب التسمية لا يسمون أنبياء لكن الأئمة في حقيقتهم هم أنبياء وهذا قاله أيضا أحد علمائهم وهو محمد جميل الحمود العاملي في كتابه أبها الميداد يقول إذ لم يعهد حسب ما جاء في أخبارهم عليه السلام للأنبياء أنهم أوصوا لغير الأوصياء المعصومين الذين هم في الواقع أنبياء لذا فإن أئمة أهل البيت عليه السلام ظاهرهم الوصاية والخلافة لكن واقعهم نبوة لكن واقعهم نبوة إذن الأئمة عندهم أنبياء فهل بعد هذا سيأتي كدام شيء سبأه ويقول أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم آخر الأنبياء وخاتم الأنبياء وهم عندهم النبوة مستمرة في آئمتهم وسمعنا ماذا قال المجلس وسمعنا ماذا قال محمد جميل الحمود العاملي على كله إذن الرسل قبل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان أوصياؤهم أنبياء إلا رسولنا الكريم فأوصياؤه ليسوا بأنبياء هكذا قالوا أي الآئمة الاثنى عشر ليسوا أنبياء ونحن بينا بأنهم أنبياء وهذا يعني أنه بما أن عبد المطالب وأبو طالب كانوا أوصياء إبراهيم عليه السلام وكانوا قبل نبينا عليه الصلاة والسلام إذن هم أنبياء هم أنبياء لأنهم ليسوا أوصياء رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا قبل رسولنا الكريم إذن هم أنبياء عندهم هذا ما يريدون أن يصلوا إليه بمثل هذه النصوص لأن عندهم أن الأنبياء والأوصياء لا يخرجون من صلب كافر إذن النبي لا يمكن أن يكون أباه مشركا والوصي علي والإمام علي لا يمكن أن يكون أباه أبو طالب مشركا لأن الأمور فيها النجاسة وهل هي نجاسة حسية أو معنوية والشرك نجس قال تعالى إنما المشركون نجس أي نجاسة معنوية ولا أحد يقول بأنها نجاسة حسية لا أحد نجاسة معنوية والتوحيد طهارة معنوية ونحن نسألهم نبي الله إبراهيم حسب القاعدة التي وضعها الشيعة أن آباء الأنبياء كانوا إما أنبياء أو كانوا أوصياء طيب أبو إبراهيم عليه السلام أبو إبراهيم آذر آذر أبو إبراهيم عليه السلام كان نبيا أم كان وصيا سؤال ونحن نعلم أن آذر أبو إبراهيم كان يصنع الأصنام أي كان مشركا ليس موحدا ليس مؤمنا سيقولون لم يكن آذر أبو إبراهيم لا نبيا ولا وصيا نقول لهم إذا سقطت قاعدتكم وإبراهيم خرج من صلب أبيه ولم يكن مؤمنا فهل ستتعانون في نبي الله إبراهيم عليه السلام لأن أباه لم يكن مؤمنا والجواب على هذا السؤال في كتبهم لكنهم لا يقرؤون كتبه وسنعرضهم فيما بعد لكن بما أنهم قالوا أن أبا طالب أبو المعصوم كان مسلما نذهب لكتبه ونرى ذلك هذا أمامنا كتاب ملاذ الأخيار لمحمد باقر المجلسي في الجزء الخامس عشر يقول في صفحة 396 عنه عن جعفر عن أبان عن عبد الرحمن ابن أعين قال قال أبو جعفر عليه السلام لا يزداد بالإسلام إلا عزا لا يزداد بالإسلام إلا عزا فنحن نارتهم فنحن نارتهم أي يارتون المشركين أي المسلمين يارتون المشركين ولا يارتون والمشركين لا يارتون المسلم ثم يقول هذا ميرات أبي طالب في أيدينا فلا نراه إلا في الولد والوالد ولا نراه في الزوج والمرأة إذن أبو جعفر إمامهم المعصوم يقول أن الشيعة يارتون الكفار لكن الكفار لا يارتون الشيعة وأعطى مثال واستشهد بإرتي أبو طالب وقال هذا ميرات أبي طالب في أيدينا أي ميرات مشرك في أيدينا وهذا يثفت أن أبو طالب لم يكن مسلماً لم يكن مسلماً والرواية والرواية يقول عن المجلس تحت الحديث التاسع عشر حسن موثق حسن موثق ونذهب لدليل آخر أن أبو طالب أن أبو طالب كان مشركاً وعلي كان على دين أبيه نستمع ماذا سيقوله علي لما سيعرض عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام وماذا سيفعل هذا كتاب سعد السعود لابن طاوس يقول في صفحة في الباب الثاني صفحة 507 فبينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائماً يصلي إذ طلع عليه علي بن أبي طالب عليه السلام وذلك بعد إسلام خديجة بثلاثة أيام بعد إسلام خديجة بثلاثة أيام فقال ما هذا يا محمد فقال فقال صلى الله عليه وآله وسلم هذا دين الله عز وجل فهل لك فيه فقال أي علي رضي الله عنه فقال إن هذا دين يخالف دين أبي إن هذا دين يخالف دين أبي وأنا أنظر فيه فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انظر واكتم علي فكتم عليه يومه ثم أتاه فآمن به وصدقه إذن علي رضي الله عنه كان على دين أبيه أبو طالب فأين أنه لم يكفر بالله طرفة عين ها هو يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إن هذا دين يخالف دين أبي فحتى أنظر فيه أي حتى يفكر ويتأمل ويبحث ويتأكد هل علي المعصوم يجهل أن أباه وصيه إبراهيم عليه السلام إذا كان علي رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فآمن به وصدقه فأين نجد مثل هذا الكلام في أن أباه أبو طالب أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآمن به وصدقه وصلى بصلاته لا يوجد وندهب لدليل آخر وهو من كتاب الله تبارك وتعالى يقول تبارك وتعالى في سورة التوبة الآية 113 ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم إذن ما كان للنبي أن يستغفر للمشركين ولو كانوا أولي قربا إذن من هذا المشرك الذي استغفر له النبي وكان من أولي قربا وعاتبه فيه ربه من هذا المشرك أبو لهب نزلت فيه آية أنه من أصحاب النار فلا يمكن للنبي أن يستغفر له هل هو حمزة رضي الله عنه حمزة رضي الله عنه مات شهيدا مؤمنا لا تعنيه الآية هل هو العباس العباس مات بعد النبي مسلما مؤمنا فمن بقي من أول قرب على الشيع أن يحرك عقله قليلا إذن الشيعا متخبطين هل أبو طالب كان وصيا أو كان نبيا ونحن بعد الذي عرضناه نقول لهم أثبتوا لنا إسلامه أولا قبل أن تقولوا أنه كان حجا وكذلك عبد المطالب وهنا أريد أن أطرح على الشيعا سؤال لماذا تستميتون في الإصرار على أن عبد المطالب وأبو طالب بل وأبو النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن يكونوا مؤمنين وكانوا أنبياء وأوصياء ما الذي يضر عليا لو كان أباه مشركا ما الذي يضر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رسالته إذا كان أباه مشركا وجده وعمه والرافد يدعون كذبا أن آباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا مؤمنين موحدين وادعوا أن النبي لا يمكن أن يخرج من أصلاب المشركين الغير الطاهرة مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في كتبهم وقد عرضنا النص أن الجاهلية لم تدنسه بسفاح مع أننا نقول أن أبوي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا من أهل الفترة طيب ألا تعلمون ما في كتبكم عن أئمتكم بحديث قدسي يروونه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا ما سنعرضه وهو الجواب الذي كنت وعدتكم أني سأعرضه لاحقا عن أبو إبراهيم آزر وأن أبو إبراهيم عليه السلام آزر كان مشركا يصنع الأصنار وإبراهيم عليه السلام خرج من صلبه وهذا هو الجواب الذي سأعرضه حتى يكون جوابا على ما عرضناه حول أبوي النبي وجده وعمه هذا كتاب الجواهر السنية في الأحاديث القدسية للحر العاملي الباب الثالث فيما ورد في شأن إبراهيم عليه السلام يقول في صفحة 21 وهو حديث قدسي يرويه الأئمة عن آبائهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله تعالى يخاطب إبراهيم عليه السلام يقول للنص يقول الحديث فإنما أنت عبد نذير لا شريك في المملكة الله تبارك وتعالى يقول لإبراهيم فإنما أنت عبد نذير لا شريك في المملكة ولا مهيم علي ولا على عبادي وعبادي بين خلال ثلاث وعبادي بين خلال ثلاث إما تابوا إلي فتبت عليهم وغفرت دنوبهم وسترت عيوبهم أو كففت عنهم عدابي لعلمي بأنه سيخرج من أصلابهم دريات مؤمنون أعيد هذا النص أو كففت عنهم أعيد هذه العبارة أو كففت عنهم عدابي لعلمي بأنه سيخرج من أصلابهم دريات مؤمنون فأرفق بالآباء الكافرين وأتأني بالأمهات الكافرات وأرفع عنهم عدابي وأرفع عنهم عدابي ليخرج ذلك المؤمن من أصلابهم وأرفع عنهم عدابي ليخرج ذلك المؤمن من أصلابهم إذن المؤمن يخرج من صلب المشرك لا مشكلة إلى أن يقول فأوحى الله تعالى إليه يا إبراهيم إن دعوتك مجابة فلا تدعو على عبادي فإني لو شئت لم أخلقهم إني خلقت خلقي على ثلاثة أصناف على ثلاثة أصناف الصف الأول عبدا يعبدني لا يشرك بي شيئا فأتيبه الصف الثالث وعبدا يعبد غيري فلن يفوتني والصف الثالث وعبدا يعبد غيري وعبدا يعبد غيري فأخرج من صلبه من يعبدني وعبدا يعبد غيري أي مشركا وعبدا يعبد غيري مشركا يعني مشركا فأخرج من صلبه أي من صلب هذا المشرك من يعبدني إذن نحن ذكرنا كل هذا لنسقط قول السبائية أن الأرض لا تخن من حجة ولما سألناهم من كان الحجة قبل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قالوا أبو النبي وقالوا عبد المطالب وقالوا أبو طالب بل قالوا عنهم أنبياء حتى يثبتوا فريتهم أن الأرض لا تخن من حجة ولو سألناهم أيضا من كان وصي نبي الله لوط عليه السلام والحجة بعد نبي الله لوط عليه السلام لا تجد جوابه لأننا نعلم أن نبي الله لوط عليه السلام لم يؤمن به أحد من خارج آله حتى زوجته لم تؤمن به فلما انتهت دعوته وخرج خرج مع بنتيه فقط من قرية سدون فمن وصيه وهو لم يكن معه لما خرج إلا بنتين من بناته هل أوصى لإحداهن هل يجوز أن تكون البنت وصية وحجة على كله قولهم لا تخل الأرض من حجة يعارض كلام الله ويعارض القرآن وصريح القرآن يقول تبارك وتعالى في سورة المائدة الآية 19 بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا ندير فقد جاءكم بشير وندير والله على كل شيء قدير إذن الله تبارك وتعالى بين فترة وفترة كان يرسل الرسل حتى لا يقول الناس ما جاءنا من بشير ولا ندير ما جاءنا بشير ولا ندير فكان الله تبارك وتعالى يرسل رسوله بين فترة وأخرى ولهذا في آية أخرى يقول تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل إذن من يقول عليا حجة كذب القرآن ومن يقول للمهدي حجة العصر يكذب القرآن إذن روايات لا تخل الأرض من حجة ساقطة ومن يقول أن الأئمة المعصومين حجة كذب القرآن لأن الشيعة يدعون أنهم يعرضون الروايات على القرآن فإذا وافقته يأخذون بها وإذا عارضته يضربون بها عرض الجدار فهل تبق القاعدة أم أنها مجرد ضر الرماد في العيون نأتي الآن للمعصوم وهو يهدم قول الشيعة لا تخل الأرض من حجة ويسقطها وهي رواية صحيحة في كتبهم يسمونها صحيحة الحلبي وهي عن الصادق وموجودة في أصل الناس وهو من الأصول الستة عشر من الأصول الأربعمائة عند الشيعة هذا كتاب الأصول الستة عشر من الأصول الأولية مجموعة من كتب الرواية الأولية في عصر الأئمة المعصومين عليهم السلام تحقيق دياء الدين المحمودي يقول في صفحة مئتاني وأربعة زيد عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت لو كانت الدنيا قط منذ كانت وليس في الأرض حجة قال قد كانت قال قد كانت الأرض وليس فيها رسول ولا نبي ولا حجة أعيد قال قد كانت الأرض وليس فيها رسول ولا نبي ولا حجة وذلك بين آدم ونوح في الفترة بين آدم ونوح في الفترة ولو سألت هؤلاء عن هذا لقالوا لن تخنوا الأرض من الحجة وكذبوا إنما ذلك شيء بدى لله عز وجل فيه فبعث الله النبيين مبشرين ومندرين وقد كان بين عسى ومحمد عليه السلام فترة من الزمان لم يكن في الأرض نبي ولا رسول ولا عالم ما شاء الله فأين لا تخنوا الأرض من الحجة يقول فترة من الزمان لم يكن في الأرض نبي ولا رسول ولا عالم فبعث الله محمدا صلى الله عليه وآله بشيرا ونديرا وداعيا إليه فالحلبي يسأل الصادق هل كانت الأرض وليس فيها حجة فأجابه الصادق قد كانت وليس فيها رسول ولا نبي ولا حجة وأن الذين يقولون لن تخنوا الأرض من حجة كذبوا إذن منذ عهد الصادق والشيعة يكذبون في وجود الإمام المعصوم وعليه فكل عالم من علماء السبائية يقول لا تخنوا الأرض من حجة على المفهوم الشيعي فهو كدام الآشر حسب قول الصادق بل وصرح الصادق أنه في الفترة بين عيسى عليه السلام ومحمد عليه الصلاة والسلام فترة لم يكن فيها حجة لم يكن على الأرض نبي ولا رسول ولا علم حتى بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بشيرا وناديرا وهذا ما أثبتناه وأسقطنا الضياء الشيعة لما حاولوا الترقيع بعبد المطالب وأبو طالب أنهم أوصياء وحجة بل وأنبياء ليثبتوا أنهم مسلمين مؤمنين وأنهم حجة فهذه الرواية الصحيحة لو عرضنا على القرآن فيتوافقه ويجب العمل بها فلماذا يعملون بالتي تخالف القرآن ويهملون التي توافقه لماذا لا يطبقون القاعدة التي يدندنون حولها ويلتزمون بها أم أنه الهوى فالشيعة لا قرآن يلزمهم لأنه لا حجة فيه عندهم لأنه محرف ولا روايات تلزمهم بدعوة ليس كل ما عندهم صحيح وقد مر معنا في حلقة سابقة أنهم لا يلتزمون بسند ولا مثل فالرواية الضعيفة عندهم تصبح قوية وصحيحة إذا عمل بها الشيعة والرواية القوية الصحيحة تصبح ضعيفة مهملة إذا أعرض عنها الشيعة ولهذا لما تلزمهم أن رواية أن عليا مرغ أنف عمر في التراب ليس لها سند وضعيفة يرفضون أن يضعفونها لأنها تعجبهم لأنها تعجبهم فقط ولما تسقط لهم الخطوة الشقشقية يقولون لك أنت لا تعرف مبانينا في قبول الروايات لكن لما تحتج عليهم بأن حميدة قعد من النخاس مقعد الرجل من المرأة وفعل بها مرارا والباقر قال كل شيء يقع في أيدي النخاسين إلا أفسدوه والمجلس شرح لهم معنى أفسدوه قال أزالوا بكارته هنا الشيعة تأخذهم الحمية ويستميتون في تضعيف الرواية هكذا هم السبعية أهل مزاج وأهواء وليس أهل دليل وبرهات نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة